موسيقى حياكم الله من جديد ورجعنا لكم الآن بآخر فقرة معنا للمواضيعنا اليوم الفود ترك تفننت في عمل البورغر المشوي اللي يكون صحي وما نست طبعا الحمية خصصت لهم وجبات خاصة رح نروح لسندس ونعرف بقية التفاصيل سندس يسعد مساكي منيرا ومساكي أسعد كيف الأجواء عندك ومساكي اليوم بورغر ويعني بعدين بورغر بطريقة صحية يعني عز الطلب زي ما يقولون يا سلام طيب الصوت والصورة لك تفضلي الله يصدق إذا مشاهدين أكيد يعني الفود ترك أصبح من يعني الدعم الكبير له سواء كان أسر منتجة أو شباب صاعد في هذا المجال وأكيد إذا تميز هذا الفود ترك بالبرغر وتحديدا معنا نعام شكر ريسعد مساكي نعام أحليا ومساك حبيب تحياك الله يحكي بداية خلينا نتكلم عن اهتماماتك في الفود ترك ولما نخترتيه بطريقة صحية وتناسب أيضا يعني الشباب في اختيار البورغر تحديدا أنا بصراحة اخترت فكرة الفود ترك للي قيت اقبال الشباب للبرغر والأكل الفود الفاصفود طبعا فأنا عندي عيالي الحمد لله طلاب فاخترت الفود أني أشتغل فيه أنا وعيالي أجهز أنا الأشياء في البيت لحم من الخضار من الدجاج هذا كله وأولادي طبعا يشتغلوا فيه الله يخليهم لك طيب بما أننا تكلمنا عن البورغر والبورغر الصحي والهلثي أنت عندك بعد حق الدايت حنتكلم عنه لكن خلنا نعرف أنواع البورغر الموجودة معنا في أو اللي أنت تقدميها من خلال يعني سواء كان وجودك أو الطلبات الزباية طبعا نقدم بورغر الدجاج المشوي وبورغر اللحم المشوي طبعا نحن نازل إضافة جديدة عندي بورغر اللحم أو الدجاج يكون مع البصل المقرمش والهالبينو أكثر يعني البورغر إقبال من قبل الناس أو الرواد دائما أكثر الإقبال طبعا يكون على بورغر اللحم طبعا بالنسبة لتشغيل الفود ترك هل تشوفي أنه في أماكن لو تواجدت فيها يكون نسبة البيع مثلا أعلى ونسبة الطلب أعلى بصراحة للأسف لحد الآن ما في أماكن متوفرة لنا أن نوقف فيها ونقدر نبيع يعني وإذا وقفنا في أماكن من شاء الله إقبال الشباب والشعب السعودي علينا جدا يعني من شاء الله جميل هل من صعوبات تواجهك في اختيار التست الطعم نفسه للبورغر كم مرة يعني لو حابت تضيفين صوص أو نكهة معينة كم مرة تاكلينها وتضطر أنك تذوقين وتجربين خلطات عشان توصل لطعم المميز طبعا بالصراحة بالنسبة هذه كثير بالنسبة للصوصات بالنسبة للخبز يعني جربت كثير أجيب وأجرب في البيت قبل لأني أنزلة بالفود تتركوا وأعرضها للزبائن إن بغت تجربي نادين أنا بجرب معك ما عليك خلني أتكلم أكثر عن موضوع الدايت يعني فيه هوس وفيه ناس يعتبروا الدايت ستايلي يعني أنا أبغى بورغر لو سمحتي دايت فخليني أتكلم كيف تقدمينها بطريقة صحية ويكون دايت طبعا كثير يجوا يقولوني مثلا ما نبغى مثلا الخبز إحنا ما ناكل خبز وكلا أقول ما أقدم لكم البورغر عن طريق الخس أن أستبدل الخبز بالخس فيكون بورغر صحية إنعام مين الداعم لك دائما ومين خلف هذا النجاح أو هذه البدايات الجميلة اللي رح تنطلق إن شاء الله للنجاح أكيد طبعا قبل كل شيء الوالدة وخواني وخواتي وزوجي بالفوق كل شيء كما إنعام طموحاتك في الفود ترك إن شاء الله إن شاء الله أطمح أن يكون عندي مطعم أنا وعيالي بإذن الواحد الأحد ما أنك ذكرت عيالك ما شاء الله خليهم لكي كذا مرة خلني أسألك عن نوع المشاركة بينك وبين عيالك إيش هي هل هي في اختيار الطلبات مثلا هل هي في الخطة والتسويق مثلا الله يسألك أنا وعيالي طبعا حطينا أول شيء الفكرة كفود ترك بالنسبة لنوع السيارة اللي بنختارها نوع العربة الأدوات اللي بنشتغلها الاستكارات يعني كل شيء طبعا هذا بكل اختيار بيني وبين عيالي ونرجع بالأخير نستشير الوالدة واخوي وزواجي طبعا نعم لو نسألك أكثر عن ساعات العمل المحددة الرينج اليومي بالنسبة لك أو الأسبوعي كم ساعة لازم تطلعي بالعربة مثلا تقريبا يعني لحد الأقصى ست ساعات لنعيالي طلاب جامع فأنه ما أقدر أطلع مدة طويلة طلعتي ست ساعات في أول ساعتين كان فيه ركود هل ترجع البيت ودقولي خلاص ما أعتقدني اليوم رح أبيع ولا لا والله بعض الأحيان ممكن لكن بعض الأحيان لا يعني الصبر يعني هو مطلوب في العمل يعني الحين نفود ترك موجود في الرياض الخاص بك هل ناوي تتجولين في أنحاء المملكة مثلا بصراحة كثير تجيين على الإسناب وعلى الإستجرام أنهم طالبين مننا أن نتجول في أنحاء المملكة ونفكر في هذا إن شاء الله في المستقبل احنا عارفين دور مواقع التواصل الاجتماعي في الانتشار وفي البيع وفي التسويق خلني أسألك عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي هل فعلا هي رائجة ومورد ومسوق أول لك مثلا رائدة في مشروع جديد؟ هو طبعا لها دور فعال بالنسبة للتسويق بالنسبة لأن الواحد يكون عنده مثلا يحسن من وضع يحسن من المشاكل اللي تكون عنده مثلا في الوجبات اللي يقدمها ولا يشوف متطلعات للشعب وش يطلب وننزلها له لما أنك قلت تعليقات هل جاك تعليق يعني بقى في الذاكر الحين مثلا تحب دائما ترجعي له هذا التعليق سواء كان إيجابي أو سلبي؟ أكثر تعليق أنه ليه ما تجونا مثلا في جبنة ليه ما تجونا في مكة ليه ما تجونا في الشرقية ليه إحنا محرومين ليه أهل الرياض هم اللي لهم وإحنا لا يعني خليني أسألك عن طريقة التقديم يعني أنا شايفة ما شاء الله طرق تقديم مميزة أطيني معلش وحدة هذه؟ أخذ وحدة؟ أي أنا شايفة طريقة التقديم مرة مميزة وجميلة خليني نتكلم أنه دور التسويق والتقديم هذا بالجمال هذا كيف يساهم في تسويق هذا المنتج؟ طبعا زي ما يقول لك المثل العين تأكل قبل الفم فالشيء أكيد أنه الواحد إذا لقى شيء قدام عيني يعني ما شاء الله مغري فياكل يعني يعني أحيانا الواحد يغري الشكل أكثر من الطعم بس لكن الحمد لله إحنا عندنا جودة الطعم وجودة الشكل طب لو أسألك هذا بالضبط وش؟ بالضبط الدجاج اللحم اللي الخلطة الجديدة وش؟ هذا طبعا برقر دجاج طبعا الخلطة الجديدة اللي هو البصل المقرمش وحاطة مع صوص الهلبينو وطبعا البطاطس هذا حاطة عليه صوص الجبن الجبن تشيدر والبصل المقرمش طب لو أسألك عن الميزانية يعني في هذه التقديم المميز والجميل وكمان الميزانية في اختيار الخبز وأكيد الصلطة لازم تكون فرش الميزانية اليومية هل تحقق من خلال المبيعات هل في توازن ولا لا؟ بعض الأحيان نعم لكن بعض الأحيان يعني نضطر لنا نخسر لكن هذا الشيء ما يأثر علينا بما أنه نطمح للأفضل إن شاء الله وخبز طبعا نستخدم خبز البطاطس طب هل في المستقبل ناوي بتستستعينين بناس متخصصة في مجال البورغر ولا أنت مقتنعة أنه أنت بخلطاتك رح توصلي للطعم المميز والجميل؟ لا إذا دعت الفكرة ليش لا يعني الواحد يطمح أن يقدم شيء أفضل يعني إذا اضطرت للشيء هذا لا مانع لدي أني أستشير مثلا من الشيفات أو الأشياء هذه لا مانع لدي بصراحة طب لو أسألك أكثر عن الاستشارة من الشخص اللي تستشيري في حياتك سواء كان في التسويق أو في الطعم بصراحة أهل البيت يعني الوالدة أخوي خواتي عيالي يعني كلنا نستشير هذا إيش رايكم فيه هذا كيف وش اللي ناقص وش اللي ما هو ناقص وحيان زبائيننا مثلا يعني نقول نعطيهم الوجبة ونقول يعني نبي اقتراحاتكم وش اللي ناقصها وش اللي ما عجبكم فيها يعني نقبل الانتقادات مو مشكلة عندنا توقعاتك لمستقبل الفود ترك في السعودية وفي الرياضة تحديدة ولا ان شاء الله انه يعني لها أمل ان شاء الله ولها مستقبل ان شاء الله لكن لا بد ان يكون متوفرة لنا أماكن على أساس ان يعني حتى الشباب السعودي يعني يبرزوا مواهبهم ويبرزوا يعني إبداعاتهم بصراحة دائما يبرز الشاب والفتاة إبداعاته من خلال المشاركة في المهرجانات هل شاركتي وكيف كانت هذه المشاركة ونوعيتها شاركت في مهرجانات كثيرة في إفنتات كثيرة في مستشفيات في دوائر حكومية في دار أيتام في جمعيات خيرية والحمد لله يعني لقينا الإقبال الكثير الحمد لله يعني إذن إنعام شكرا لوجودك معنا ويعطيكي ألف عافية وفعلا الرائحة صراحة جميلة والطعم عاد أنا باكل الحالي من غير منيرا إذن مشاهدين أكيد نرجع للستوديو عودة لمنيرا ومنيرا صراحة لا يفوتك البرغر أنا جايتكم جاهزوا ختمي مع المشاهدين أنا باكل بالعافية عليك اشتركوا في القناة